محاولة أذرع إيران لتقوية مكانتها في عدة دول عربية دفعها للقيام بكل ما هو ممكن لتنفيذ المشروع الإيراني والشواهد في العراق وسوريا واليمن في العراق وثقت التقارير تورط الميليشيات التابعة لإيران بارتكاب عمليات إعدام جماعي في عدة مناطق دخلت إليها ميليشيات الحشد الشعبي وفصائل أخرى كما أفصحت المقابر الجماعية التي عثر عليها في محافظات كديالة وصلاح الدين والأنبار عن جانب من جرائم الميليشيات إضافة لتعذيب وقتل مئات المتظاهرين الرافضين للنفوذ الإيراني في العراق إلى سوريا وفيها يبرز مثال القصير التي قتلت فيها الميليشيات الموالية لإيران مدعومة بجنود النظام نحو ثلاثة آلاف من السكان وهو رقم كبير قياسا إلى عدد السكان كما أن صواريخ الميليشيات لم تسلم منها البيوت والمستشفيات أو المدارس في عدة مناطق جماعة الحوثي الذراع اليمني لإيران عدا عن تدميرها لمقدرات اليمنيين عامة تورطت في عمليات قتل لمعارضيها وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والتمترس في الأحياء السكنية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين اشتركوا في القناة